وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ليرأس وفد المملكة في أعمال الدورة السنوية الواحدة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار جون كيندي في نيويورك الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن والأمير مصعب بن محمد الفرحان والأمير سلمان بن سعود بن محمد وعدد من الأمراء ومنذوب المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي والملحقون السعوديون في الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء السفارة والملحقيات ويضم الوفد الرسمي لسمو ولي العهد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز مستشار سمو وزير الداخلية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العبان ووزير المالية إبراهيم العساف ووزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي ووزير الثقافة والإعلام عادلة طريفي ووزير الخارجية عادلة جبير فيما يضم الوفد المرافق مستشار سمو وزير الداخلية ساعد العرابي الحارثي والمستشار بالديوان الملكي عبد الله المحيسن والسكرتير الخاص لسمو ولي العهد أحمد العجلان ونائب مدير عام المباحث الفريق عبد الله القرني ورئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد سليمان الكثيري ووكيل رئيس المراسم الملكية هشام آل الشيخ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة